كمان عم بتحاول تعرف شو ليش هاي الأمور بتصير ليش التقلبات بتصير طول الوقت رح تكون تفكر بهذا الموضوع أنا بقولك ما تفكر خلص يعني امشي في الأمور وما تفكر لأنه نهايتها سعادة مبين عندي يعني السعادة طاغية على الكروت فمبين أنه بالعكس اللي بدك يا رح يسير من ناحية العمل والمال شايفي فيه خير كتير جاي على الطريق ولكن بدها صبر أول شي بدنا نصبر وبدنا فأنا بشوف فيه عندك يعني شكل هذا الشهر ما بيشبه بعضه كل فترة من هذا الشهر عم بتحس بتناقض بكذا من أقصى اللي ممكن تكون سلبية لأقصى الإيجابية من أقصى الإيجابية لأقصى السلبية ولكن الأمور كلها عم تمشي لمصلحتك لأنه الكروت طلعت مش مقلوبة الكروت يعني واقفة فأنا بشوف لأ الموضوع عم بمشي لمصلحتك شايفي هون شايفي هون أنك أنت عم تحصل على شي عم بتجمع يمكن فلوس عم بتكون الحياة وردية آخر الفترة هون أنا شايفي كمان قصر أو بيت ممكن يكون بيت الزوجية أو رح يتغير سكن ممكن تكون أنت بتفكر بسكن أكبر أو سكن فأنا شايفي هذا السكن الجديد كتير رح يرحيحك نفسيا عم بتفكر بسكن جديد عم بتفكر حتى الفيل بعض منكم عم بيفكر تغيير البلد كلها أو المدينة نفسها ففي تغيير أنا شايفي على هذا الصعيد هاي الكروت مشكلتها ما بتقبع في هذا الكرت بشوف أنه أنت عم تغفر لناس أزوك ولكن من جوه ما عم تنسى عم بتحاول تطلق طاقة يعني إيجابية ناحية هدول الأشخاص يمكن عشان تحصل على طاقة إيجابية وهذا إشي صحيح مية بالمية عم تخفي طاقة الغضب عم بتكون فاهم معظم الأشخاص اللي حواليك ولكن عم تعمل يعني كتمان على هاي الأمور بشكل عام عم بتكتم على مشاريعك المستقبلية شايفيتك كمان مثل جذاب كتير عم بتكون هاي الفترة عم بتشد الجنس الآخر بشكل رهيب شايفي فيه نصر فيه انتصار فيه تحضير لانتصار ممكن يكون ممكن الانتصار ما يكون بهذا الشهر لأنه شايفي أنا تح يعني بداية أو بشائر خير في هذا الموضوع فيه موضوع أنت عم تستنى يا عمل جديد يا علاقات فيه يا زواج ممكن يكون زواج لأنه في النهاية فيه برضو طلع عنا نفس القصر أو نفس البيت اللي موجود في الكرت اللي بجنبه في هذا الكرت عم بشوف فيه نوع من العدائية حواليك ناس بيحاولوا انهم يعادوك بيحاولوا انهم يضروا فيك أكتر اشي ممكن يكون على صعيد اجتماعي أقارب عمل فيه ناس عم بتحاول توقعك ولكن لا انت فاهم كل الموضوع وما عم يأسر هذا الاشي على مستقبلك أو على يمكن هدول الاشخاص عم يتواصلوا مع ناس واصلين يمكن مع المدير نفسه يمكن يكون هو المدير اللي أنا عم بحكي عنه ولكن بشوفك يعني عم تطلع للناحية الثانية عم تهمش الكل عم يعني عامل حالك مش شايف شيء ولكن انت فاهم كل الموضوع هون بشوف وفرة مالية بشكل عام مش بس آآ إلك ممكن تمتد لأجيال شايفي في عندك نجاح في العمل آآ مش بس بس بهذا الشهر بكل الأشهر الجاي آآ خلينا نقول لمدة آآ سنة بعد سنة بنفتح بنشوف شو فيه آآ يعني بتمتد هاي الطاقة هذا الكرت لأكتر من شهر لشهور آآ بشوف انك أكتر تركيزك على أطفالك إذا كان إذا كنت متزوج أو على يعني إخوي يكونوا أصغر منك أو آآ عم تعطف عليهم عم آآ يعني عم هذا الوفرة المالية عم بحس فيها اللي حواليك مش بس انت يعني عم تكون كريم عم تفكر بغيرك أكتر آآ من حالك آآ شايفي فيه تقدم من ناحية المال آآ هون شايفي انه شو فيه برج الجوزاء هذا الكرت كتير حلو آآ فيه أمور كانت في في الماضي في آخر الأشهر اللي مضيت آآ في موضوع كنت تستنى كتير 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 حسيت انه معجد انه يصير ولكن هو عم يتحقق شوي شوي وانت مش عارف يعني عم يتحقق بالتدريج آآ النتيجة رح تشوفها قريبا بما انه فاتحين على هذا الشهر فالنتيجة ان شاء الله بتشوفها هذا الشهر خلينا نفسح عاطفيا لبرج الجوزاء شو فيه عاطفيا لهذا الشهر بينت عنا العلاقة الثلاثية لسه ما كملنا الورق وبينت بكرتين فيه شي فيه علاقة ثلاثية عم بتكون كتير واضحة شايفي عندك يا برج الجوزاء للأسف في عندك مشكلة بتاكرا القلب ممكن تكون فعلا حقيقية يعني ممكن تكون اللي هي طاقات سلبية سحر عين حسد آآ ممكن تكون من ناحية معنوية قلبك مجروحة كتير آآ عم بتحس آآ بالغدر عم عم تستنى كارما معينة عم آآ بتكون كمان فيه بعض منكم مش حاقد يعني فيه طاقة غضب كبيرة يعني جوه قلبك مخليها. نتيجة طبعا ممكن تكون علاقة ثلاثية او اي عائق في هاي العلاقة. خلينا ناخد كرتين كرتين. كل كرت ايش فيه? فهد الكرت كتير مهم طفالنا الشمعة فخلينا نشوف ايش هو. آآ شايفي فيه هون انتصار في العلاقة العاطفية شايفي فيه طبعا القراءات العاطفية حبايبي يعني كل برج عم بعيدها ممكن تكون آآ عكسية. شايفي انه اللي عمل غلط في العلاقة مهما كان انت او الطرف التاني عم ياخد جزاؤه. فانت آآ 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 كنت عم تحلم بأشياء كنت بتحسها انه مستحيلة كنت آآ بخيالك تفكر آآ آآ بهاي الاحلام الوردية ولكن عم بتتتوج يعني عم آآ بتتحول لحقائق. هاي الامور. كمان شايفي فيه قرار مهم رح تتخذه في الحياة العاطفية. هاد القرار انا بشوفه اكتر اللي هو آآ تقارب والتقاء وتطور للعلاقة اكتر من انه بعد. هلا الناس اللي بناتهم كتير مشاكل وللمتزوجين آآ اللي كترة المشاكل آآ بناتهم آخر فترة في احتمالي ياخد آآ قرار برج الجوزاء بالطلاء بآآ او ان يفكر بالموضوع. او الطرف التاني عم بيفكر بالموضوع. ولكن بهذا الشهر ما في يعني ما في اللي هو طلاء او انفصال او كزا. وللمرتبطين نفس الشي. عم بشوفك بتحقق خلينا نقول آآ كل امنياتك كان في عندك آآ آآ ممكن تكون صغيرة اللي هو انت من النوع القنوع يعني آآ بتقتنع وبتكون سعيد بأصغر الاشياء بتعرف كيف تستمتع في الحياة برج الجوزاء آآ مع ان البعض يعني بيقولولي انه حظهم آآ قليل من برج الجوزاء بس انا بشوف مع الوقت مع الصبر آآ عم تتحقق آآ مش شغلة كبيرة ولكن عشان توصل لهاي الشغلة الكبيرة عم بيصير فيه احداث عم تتحسن اول باول. وعن توصلك اخبار بتفرحك. فيما انه فتحنا العاطفة آآ رح يعني تكتشف انه الحبيب فعلا بيحبك آآ كل الحب في نهاية لعلاقة ثلاثية. فكرتين آآ شايفيتك عم تتحدى عم آآ يعني من بعد آآ خلينا نقول التعلق آآ كبير فيه وتفكير طول الوقت وتعب نفسي طول الوقت آآ ومجاهدة يعني في الموضوع. شايفيتك كتير تعبان بالعلاقة العاطفية كنت. آآ فيه شي رابطك في الموضوع آآ اما تفكيرك او الادمان على الشخص التاني. فيه اشي يعني ما عم بيخليك او انه انت مترابط معه آآ روحيا بطريقة رهيبة. فما عم تقدر تنسى هذا الموضوع. ممكن القراءة تكون عكسية وممكن الطرف التاني عم بيخس آآ بهذا الموضوع. هون كمان عم بشوفك تترك العلاقة الثلاثية. ليش عم بقول انه تترك العلاقة الثلاثية لانه النصر والتحقيق جميع الامنيات اجت بجنب العلاقة الثلاثية. فانت اكيد يعني بدك تكون تخلص من العلاقة الثلاثية وفيه انتصار بهذا الموضوع. عم تنتهي العلاقة الثلاثية او على يعني على مشارف هذا الموضوع. على مشارف الانتهاء راح تكون. شايفي فيه ناس كتير غدروا كتير تحملتهم كتير. آآ فيه ظلم كبير كبير لبرش الجوزاء. بالفترات الماضية. ولكن هذا اجاب بجنب كرت النصر. فانت رح تنتصر كمان على هدول الاشخاص. في عندك انتصارات كتير هاي الفترة. يا برج الجوزاء. ولكن رح تكتشف غدر معين من اشخاص خلينا نقول. آآ مش بالعلاقة العاطفية هون بشوفها اكتر من الاقارب من زملاء العمل. آآ عم تنغدر منهم وعم بتحقق. برضو هون انتصار ما بعرف عندك كتير انتصارات ولكن من بعد تعب من بعد تشويش من بعد آآ عناء. وكأنك رح تحصل على الشغلة ولكن يعني بتعب بجهد. آآ اذا عاطفيا بشكل عام بشوف انه انتهاء فيه للعلاقة ثلاثية او بداية لانتهاء هذا الموضوع شوي شوي عم يختفي. آآ بشوفك ممكن انه تتأخر امورك في العلاقة العاطفية نتيجة آآ ممكن يكون طاقة سلبية موجودة عندك آآ ذكرناها لانه الكرت هون طلع مقلوب تاكر القلب. عم بشوف آآ عندك امتصار على اكتر من شكل على اكتر من نوع. الطاقات آآ هي مائية بامتياز آآ عم تكون ترابية وعم بتكون هوائية. ازم هذا كان لبرج الجوزاء. طب خلينا نشوك ازا فيه نصيحة او اي شي من بيقولك انه تشارك همومك مع الثانين ما تضلك آآ هاكل الهم آآ لحالك وكأنك حامل حمول الدنيا كلياتها ومكتم ما بدك تقول لحدا عن مشاعرك ما بدك. هلأ ممكن تفضفض للناس اللي كتير قريبين منك ما بنصحك تفضفض للناس اللي هم زملاء العمل وكذا لا. يعني شخص من العائلة شخص موثوق في مية بالمية ممكن انك تستعين فيه. عم بشوف عندك كبرياء عالي يعني ما بدك انه حدا يعرف انك انت مكسور او انت شوي تعبان او كذا. هادا الكرت عم بيقولك لا يعني يعني اعمل في هذا الموضوع آآ شارك هذا الموضوع مع المقربين يخفف عنك اكتر. كمان اطلب المساعدة يعني مش آآ يعني برج الجوزاء ما بطلب المساعدة بسهولة من آآ حدا يعني دائما باعتمد على نفسه حتى لو كان مش قادر بيضلوا ماعتمد على نفسه. فبيقول لك يعني خفف من هذا الموضوع استعين آآ بالاشخاص لانه يعني الاشخاص آآ ممكن يساعدوك. في تحقيق امنيتك في آآ او يخففوا عنك. فبس بيقولك اترك هاي العادة او شوي يعني خفف منها لهذا الموضوع. ازا برج الجوزاء بدك تكون شوي الصبور. الجوزاء من الابراج الكتير زكية يعني. في موضوع كنت مكتم عليه كنت عم تعمله بكتمان ما عم تحكي للناس عنه آآ في سبيل انه يعني يزبط او ما يزبط. فهو رح يزبط يعني ورح تعلن هذا الاشي ورح تحتفل فيه فحلو. شو هذا الاشي ما بعرفه. انتو بتعرفوه اكتر لانه هاي اوراكلز مش كروت عادية. آآ حبايدي برج الجوزاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر